اشتركوا في القناة ورسالتنا ان شاء الله من دورها تبلغ الدوائر العليا من الدولة المغربية والحقيقة اللي هي الحقيقة احنا مواطنين مغاربة ووطننا ولوطنيتنا ما يجد زايد لنا فيها حد وقلناها فات مرارا والتكرار ما هو ما هو اللي له مثلا زحزحنا عنها كررناها وقلناها يا غير كافي لقلناها مرة واحدة لان احنا هذا هو توجهنا اللي بغينا نقوله ان احنا ما ان شاء الله ساكتين عن مصالح اللي هي اتعم هذه الساكنة اللي هي في المناطق الجنوبية وفعلا عنينا من ياسر من المشاكل وفاتنا ياسر من المشاكل وصادر ياسر من خيراتنا وهذا كامل سكتنا عنه وططينا روسنا من اجل وطنيتنا ولانا ما اللي مش جملينها لانا ننتظروا كنا من الوطن باش يحولنا من الاذناء الى الافضل وهذا هو طموحنا وهذا هو اللي نتمنىه دائما وهو هو اللي نبغو وطبعا مغاربا دوروا نعودوا بكرامتنا ولعدنا مغاربا دوروا نعودوا بحقنا ولعدنا مغاربا دوروا نعودوا معروف النشي من مواطنين محترمين عندهم حقوقهم ولهم ما لهم ما عليهم ما عليهم كجميع شرائح المجتمع المغربي وهذا اللي عنينا منه هون رانا انشروا له كافي من قولنا له شارتنا له المعاناة اللي عانيناه والصبر اللي صبرناه وهذا الشي من اجل الوطن ومن اجل الاخلاص للوطن وهذا الشي ما ننادمين فيه ولا حد الساعة ما شين فيه لانا راجعين عنه ولكن رانا العيشة اللي نعيشوا في وطننا هذا خاصنا نعيشوه كرامتنا ورانا كرامتنا قدام عيننا وحياة ما فيها الكرامة والله ما هي مشروطة بالكرامة بالنسبة ان احنا خير من هالموت ونحقبوا واصلا نقاع ما نتمناوها نختيروا لا نعيشوا كرامتنا والله الفناء احسن هو من عيشه فلا كرامة ورسالتنا اللي بغينا نبلغه كل شي كامل سكتنا عنه وكل شي كامل خليناه من اجل هذا الوطن واللي كان باقي عندنا التراب اللي تحت قدامنا هذه هي اللي تنسل من تحت قدامنا ونعودوا كأننا ما عندنا تراب واللي ما عنده تراب ما عنده كرامة واللي نخافوا منه الخوف اللي عندنا الكبير مصدرتها البرانيين اللي يبغوا يبنوا وانقاذهم على والله مجدهم على انقاذ نباطلس وهذا بغينا نعلم به الرأي العام ونقولوه له وليه نقولوله عنه فخر المطاف منين نعودوا ما مسموع كلامنا ونعود أرضنا لا يتحيد مننا ونعودوا ما تلينا وعطينا على شي نختيروا احنا نقبضوا عياننا وولايداتنا ونديرهم على ظهورنا والله نرفضهم فتاتنا ونقسوا اللجوء منين ما اجبنا نقسوا نقسوا فرانسا والله برجاء والله موريتان والله اللي يصلحنا عن نعودوا عاشين فرض انقلعت مننا وهي أصلا ملكنا وتنعطى لناس جنبيين وحنا نعودوا الدار دار بونا والغربة يصعونا هذا الشي هو اللي ما يقدر صح رأنا أولا وقبل كل شي ما هنصحاب شغب ورأنا ما نزرقوا حجرة ورأنا ما نرفضوا راية ورأنا ما نقولوا كلمة خاسرة فعنا وهو منهار اللي نقسوا من أرضنا تنقلع من تحت كرعينا وحقوقنا تتم مخضومة ويعود هذا وارثنا الحجرة وضعفنا أمام مواطنيننا المغاربة الأخرين هذا رأه ما يقدر صح فينا ونختاره عنه اللجوء وهو هو الإلهي فاخر المطاف نلتجاول إلى أعطانا الله السلام ورأنا النادو من كل حد من وصوب يا مدبرين الشأن العام يا الناس المسؤولين رأهم مواطنكم هذا فوصلت سيلو الزبا ورأنا ما هلنا قابلين أرضنا تنعطى الحد ورأنا ما هلنا خاضعين الواقع ما يخدم أصلاحتنا وخصوصا في الواقع المتمرد اللي احنا نعيشه حالا شوه ياسر من المسائل تنحل بالطرق السلمية وتحتاج الحكمة الجيدة وتحتاج الناس اللي عندها عقول تعرف كيفاش تحل المشاكل وعودوا فيها مسؤولين يخدموا الدولتهم ويعرفوا كيفاش يحلوا مشاكل مواطنهم تكلمنا وما تكلمنا إلي عندنا عند خط الفقر احنا كاملين شعب الطباقة كاملة مسحوقة ما عندها لوذة من بلدة والفقر طاردها من كل بلد قل رايك شوفوا الله جازيكم بخير رأنا النادو للمسؤولين للدمار الحية للناس اللي عندها دراية عقولها تعرف كيفاش تخدم وطنها رأنا هذا الواقع المتمرد وهذه المرارة اللي عايشين رأنا ما تلينا قاد ينطقوها ولا تلينا صابرينها معناها عن حد اليوم محافظ على كرامة المغرب وصورة المغرب وحل مشاكل مواطنه وتماشي معا اللي قدي صح معناها عنه ما هو خدام بلاده ويلوه دلاء لباشي عمر جيبه ويمشي مصلحة بلاده ما هو مصوى العماء وهذا بعد ما نبغوه وله يا الله والسلام عليكم ورحمة الله